تضاربت التحليلات حول سقوط الطائرة الروسية قبل ايام في سيناء حيث يرجح البعض ان يكون عملا ارهابيا يتمثل في زرع قنبلة على متن الطائرة او اطلاق صاروخ باتجاهها فيما ينفل بعض الاخر هذه الفرضية بريطانيا ونقلا عن وزير خارجيتها فيليب هاموند بعد اجتماع للجنة الازمات التابعة للحكومة وبرئاسة رئيس الوزراء دافيد كاميرون اشار الى ان بلاده خالصت الى ان هناك احتمالا كبيرا بان تحطم الطائرة نجم عن عبوة ناسفة على متنها وفي سياق متصل ذكرت شبكة سي انا نقلا عن مسئول امريكي لم تذكر اسمه ان الطائرة الروسية سقطت على الارجح بسبب قنبلة زارعها تنظيم داعش او احدى الجماعات المرتبطة به وظهرت دلالات تشير الى وجود بصمات مهندسي تفجيرات تنظيم القاعدة السعودي ابراهيم العسيري في اسقاط الطائرة الروسية فيما رجح محللون وخبراء وجود تعاون بين القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية داعش في الحادث وفي سياق اخر اعلن مصدر مسئول بوزارة الطيران في مصر ان لجان التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية لم يصدر عنها اي بيانات حول اسباب سقوطها وكل ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام مجرد استنتاجات ليس لها اي سند من الصحة وان صحت الفرضيات المتداولة حاليا فان الطائرة الروسية تعد اول طائرة مدنية يفجرها تنظيم داعش